في مواجهة عنوان والابرز لقاء الجريحين يستعد نادي الليفربول لخوض مباراة صعبة امام ضيفه توتنهام على ملعب انفيلد املا في تجاوز النتائج السلبية الاخيرة خاصة بعد خروجه نظريا من المنافسة على لقب البرميال ليج هذا الموسم بينما يطمح لسبيرز لضمان مقعد بدور ابطال اوروبا وسقط الليفربول في فخ الخسارة القاسية بالجولة الماضية امام غريمه الازالي ايفرتون في ديربل ميرسي سايد بهدفين دون رد وهي نفس النتيجة التي تعثر بها توتنهام امام جاره تشيلسي وحقق الريز فوزا وحيدا في لقاءاته الخمسة الاخيرة بالمسابقة مقابل التعادل في مباريتين والخسارات في مثلهما ليتراجع للمركز الثالث مع تبقي ثلاث مواجهة فقط على النهاية كما يسعى ليفربول لرد الاعتبار من خسارته بهدفين لهدف امام مضيفه توتنهام في مباراة الفريقين الاخيرة بالبريمير ليج كما يرغب في اعادة البسمة مرة اخرى لجماهيره التي شعرت بالاحباط بسبب حالة التخبط التي يعاني منها الفريق حاليا في المقابل تبدو تلك الفرصة الاخيرة لتوتنهام اذا اراد الحفاظ على اماله في التواجد ضمن المراكز الاربعة الاولى في ترتيب المسابقة المؤهلة لبطولة دور ابطال اوروبا في الموسم المقبل وتتشابه ظروف توتنهام الى حد كبير مع ليفربول حيث حقق الفريق اللندني فوزين فقط في اخر ست مباراة بالدوري مقابل تعادل وحيد وثلاث هزائم وفي مواجهة لندنية خالصة يلتكت شنسي مع ضيفه ويستهم حيث يسعى البلوزة لتحقيق فوز ثاني مهم على التوالي بعد اسقاط جاره توتنهام بثنائية نظيفة في الجولة الماضية بينما ويستهم قد فرض التعادل على ليفربول في ملعبه بذات الجولة بهدفين لكل فريق مما يجعله مستعد للبحث عن الثلاث نقاط امام تشلسي حيث يبحث الثنائي عن مركز اوروبي بالبطولات القرية في الموسم القادم ترجمة نانسي قنقر